النادي الاهلي رسمياً بينهي التعاقد مع وسام أبو علي اللاعب الفلسطيني ونتمنى له إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق ناس كتيراً بارح الحقيقة بعد ما شرحنا الحالة الصحية وقلنا إن هو الراجل بعدها تألق بشكل كبير وإن النادي الاهلي لازم حينخذ كل إجراءاته بالفعل النادي الاهلي عمل إجراءاته في حصات طبية هناك واللاعب خلال ساعات حيكون موجود في مصر لا أتأكد أيضاً من هذا الشأن وإعادة بعض الفحصات ولكن أعتقد إن بنسبة 105% الأمور الطبية لللاعب رائعة جداً والأمور ماشية على ما يرام ده نشوف بعض صور كده برضو مبارح معنا ده برضو اللاعب وأرقام اللاعب الحقيقة أرقام رائعة جداً قلت لكم الصفقة دي فيها مميزات كتيرة قوة اللاعب إن اللاعب عدى بمطابات كتير فحياته قام الأمور الصحية بالنسبة له جيدة وإن هو حيتأيد كلاعب مصري فمش حياخد مكان في القائمة أو في مكان اللعيبة الأجانب ودي نقطة مهمة جداً بالنسبة للنادي الأهلي السنة دي لعب 16 مباراة في سويد بيجيد اللعب في مركز المهاجم جسمه الحقيقة طويل بيجيد اللعب برأسه رجل محطة بشكل جيد مش عايزين يعني الصورة دي لأن إن شاء الله بإذن الله ما حدش يتكلم وما يقولش حد دي سكت الأمور تمشي بشكل طيب وأعتقد إن هو من الاختيارات القوية لكولر يعني كولر عمل اختيار قوي لهذا اللاعب اللي بنتمنى له إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق مع النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر